اهلا بيكم مرة تانية عودة لعشرة الصبح في الاهلي الحقيقة السمنة مرض وبوابة لكتير جدا من الامراض واللي بيحصل ان في بعض الاحيان ممكن حد من المرضى المصابين بالسمنة يجرب طرق كتير عشان يحاول على قد ما ربنا يقدره ان هو يعني يخلصه من الكابوس اللي هو عايش في دا احنا بنتكلم على كابوس بالمعنى حرفي نفسيا وعضويا وكل الكلام وطبعا اللي من حضراتكم بيتابعنا بصفة دايما اكيد عارف كويس جدا مخاطر الاصابة بالسمنة عايزين بقى في الفقرة دي نعرف مع دفتنا الجميلة اللي منورانا والليمناس عاد دايما بيوجودها معانا ايه هي الطريقة المثلة اللي نقدر من خلالها نحن نخس ونفقد وزن ولكن بطريقة صحية وامنة ده اللي حنتكلم فيه مع دكتورة دينا ابو السود يا صباح الخير يا صباح الخير ازايك يا كريم كله تمام كله تمام كالعادة هاجس كبير عند معظم الناس المصابة بالسمنة وخصوصا السمنة المفرطة فكرة ان انا عايز اخس بس اخس بصحة وخص من غير مفقد معادن وبيتامينز جسمي محتاج لها ده يحصل ازاي للأسف يا كريم فيه ناس طبعا عايزة تخس واكيد مريض السمنة بيعاني بيعاني معاناة شديدة في صحته والجسدية وصحته النفسية طبعا وثقة بنفسه سواء ستة او رابع طبعا فبيلجأوا الاتباع حميات غذائية صعبة جدا بيحرموا نفسهم من الاكل وبقول لكل الناس اللي بتعمل كده ده خطر اللي هو رجيم القاسي القاسي جدا طيب خطرته في حاجات كتير قوي لو انا عملت رجيم قاسي جدا وقللت سعراتي الحرارية جدا وقللت كمية الفيتامينات والمعادن اول حاجة هحس بتعب ووهن شديد جدا ومزمن يعني على طول حسن ان انا تعبان دي حاجة تاني حاجة ممكن يحصل اضطرابات في نبضات القلب لان انا بقلل الحديد بتاعي وبقلل الفيتامينات والمعادن فبالتالي بيحصل عدم انتظام في ضربات القلب والستات بقول لها لو اتبعت حمي غذائية مش صح وقللت جدا كمية رأيك ممكن يحصل اضطراب في الدورات الشهرية مما يؤدي الى مشكلة في معادل الخصوب عندها بلس ان الستات والبنات شعرها هيقع وهيتقصف وما فيوش لمعان لان انا بقلل جدا الفيتامينات والمعادن كل ده لو اتبعوا الرجيم الانقاص وكمان واصلا ايه اللي بيخلي الدايت صح للانسان يعني ممكن دايت يمشي معايا او نظام غذائي يعني برجيم يمشي معايا وما يمشيش مع غير اه طيب الدايت الصح ان احنا لازم ناكل بس طريقة الاكل ايه يعني لازم ناكل حاجات صحية زي ايه اول حاجة الالياف الالياف دي اهم حاجة لانقاص الوزن وهقول ايه علاقتها بانقاص الوزن لازم اكل بروتينات عشان لما اجي خصها ما خصش عضل انا عايز اخص دهون فالناس بتقلل البروتينات جدا فبتلاقي القتلة العضلية عندها نزلت قوي فلازم اكل في اكل بروتين اه 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 لازم اكل الياف وقلل الكربوهايدريتس الكربس مهمة جدا لعملية التمثيل الغذائي ومهمة للطاقة اقللها وقلل جدا السكريات واشرب مية كتير والنشويات وضائبة في الكلام اللي يجعل ما هي دي الكربوهايدريتس اه اوكي دي ناكلها بس بكمية مش كبيرة عاوش اوكي اه وما ناكلش بالليل يعني يعني ما نحرمش نفسنا اليوم كله واجي بالليل اكل طبع قد كده ونام ما فيه ناس طبيعة اشغالها وطبيعة توقيتاتها والوقت اللي يكونوا متموجودين فيه في البيت مش بيسمح لهم باكتر من وقبة واحدة رئيسية كغادة وعاشة مع بعض لا انا مش بنصح بده لازم ينظموا طريق اكلهم الحياة الصحية يعني عشان اعيش حياة صحية هو الصحة مسلس فالحياة الصحية ان انا اكل اكل صحي امشي او يعني اعمل رياضة صحية خفيفة والصحة النفسية فده مسلس يعني لازم كله يتكمل مع بعض فطبعا بدعم جدا الاكل الصحي ومش معنا انا بقول اكل صحي اكل منه عمال على بطال واقول انا باكل صحي وبعدين كمان في حاجة يا كريم يقولك انا ما بخسش او بتقولك انا ما بخسش ده انا عايش على الصلطة طب ايه الدريسنج اللي بتحط على الصلطة ايه؟ يعني عايش على الصلطة بس مكترالي بقى المايونيز والفرنش والإيطاليان سوس والحاجات اللي طعمها حلو ما دي كلها سكر زيت الزتون صحي ما ناخدوش بكميات كبيرة جدا عشان لو عايزين نخس يعني لازم نبقى عارفين احنا منخس ازاي وبلاش الموضوع ان انا احرم نفسي احرم نفسي جامد جدا ده بيعرضني زي ما انا قلت للمشاكل اللي انا قلت عليها وقد تصل الى الاقتقال احرم من عناصر القوة او النقاط الحلوة في بيستا تحديد هالفكرة دنوع مش يعني مش مضطرين نتحرم من الاكل الحلو اللي احنا منحبه بالزبط شركة باي ناتشرلز قدمت منتج رائع منتج مرخص من نزارة الصحة المصرية منتج زي ما انا قلت مهم من انا اخد الياف هو المنتج ده مكوناته طبيعية وهو كورس على بعضه يعني هو بيستا مع مالتي فيتامينز لان انا قلت محتاجين مالتي فيتامينز في الموضوع زي ما انا شايف على الشاشة مع القهوة الخضرة مع فيتاميندال كل ده كورس كامل متكامل بتقدمه شركة باي ناتشرلز لأي حد محتاج يخص من غير حرمان القهوة القهوة الخضرة دي يعني دي هداية من فيتاميندال اللي هداية الكورس القهوة الخضرة ده بيطلق مع الكورس ده كورس مستقيل مستقيل طيب لو هتكهبت هبدأ بكلامي ببيستا بيستا عبارة عن ايه ده اهم حاجة ليه كذا اوبشن بيستا بيزاي بقدر يخصصني اولا قلت ان فيه الياف زي كشور السليم زي ردة الامح زي ردة الشوفان التالت الياف دول موجودين جوه الباكت بتاعت بيستا دول الياف لازم اخد بيستا قبل الوجب الرئيسية بنصف ساعة لكوباية مياه كبيرة اول ما باخدها لما انا لو انا مستهدفة اكل بقى الطبق ده كله انا من نفسي احس ان خلاص اكلتي بقى ده اتقل ونصبع من واحد بالضبط لان المعدة بدل ما كانت قد كده مع بيستا بقت خلاص الحيز اللي هتستقبل فيه الاكل صغير وكمان لازم اقول ان الالياف بتزوج لي هرمون الليبتن اللي هو معد هرمون الشبع فبيعمل لي كبح للشهية فبيستا فيه الالياف دي فانا قريدي هعمل كبح للشهية او هقلل شهيتي جدا بلس ان الالياف اللي داخل بيستا بتعمل على عدم امتصاص الضهون فانا هاكل ضهون اه بتصرع جدا نزول الضهون على القناة الهضمية فما بيحصل لاش امتصاص الالياف كمان مهمة جدا اللي داخل بيستا بتزبط لي معدل السكر في الدم فبالتالي هرمون الانسولين مش هيبقى عالي وبالتالي لو حد مريض سكر ما عندوش مشكلة مع المنتجة ده رائع رائع هي مريض السكر لو اوفر ويت رقم واحد مع يعني يمكن حتى قبل الادوية لازم يخس لازم يخس مريض السكر رشدة طبيب مهمة جدا لكن مع الرشدة وكل الدكات اللي بتقول كده نخس ونلعب رياض مهمين جدا مش هقدر اقول ان الرشدة يعني اي واحد فيهم اهم التلاتة بيكملوا بعض طيب ايه لداخل كمان كورس بيستا او الساشت بتاع بيستا عندي الكروميوم الكروميوم مهمة قوي لتصبيت معدل السكر في الدم فبيستا ازاي بيت تاخد الحقيقة عندنا فريق او كورس بيستا على بعض هتكلم على قلبة مولتي بيت عندنا فريق طبي موجود في الشركة بنقدر نتكلم عن طريق الارقام اللي ظهرة على الشاشة والفريق الطبي بيتابع الحالة بنفسهم يعني مهمة قوي مريض السنة اتابعه كل اسبوع اشوف خاص قد ايه وطبعا الفريق الطبي لازم الهيستري بتاع المريض ولازم يحسب له البادي ماس اندكس بتاعه كتلة العضلية بتاع الكتلة الجسم هل هو فوق الخمسة وعشرين فوق التلاتين فوق الخمسة والتلاتين فوق الاربعين فوق الاربعين ده سمنة كل واحد يعني يعني بيتفصل له برنامج خاصة ديه كورس بالزبط تتقن لسنه وحالته الصحية واذا كان عنده امراض او لا وحجم السمنة اللي هو فيه بالزبط بالزبط طبعا بيست مرخص موزات الصحة المصرية موجود في السيدليات لكن المتابعة هيبقى عن طريق الفريق الطبي اللي عايز يتابع نفسه ويتابع الحالة بتاعته بيطلبه عن طريق شركة باي ناتشرز الفريق الطبي موجود لو 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 مثلا ما لقيتوش في الصيدرية قادر اتواصل مباشرة معاكم وحد يبعتهولي وكده ودلم اه طبعا بنتواصل على طول عن طريق الشركة وهيطلع كمان مالتي فيتامين يعني ماينفعش ان انا خس وهقل الاكل بتاعي وماخدش فيتامين الفيتامينز مهمة جدا 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 عشان اخس بصحة مش عايز اخس ولا ايش عارب يوقع مش عايز اخس وحس ان انا تعبانة ما عنديش مجهود مش عايز اخس وانا وشي حد يقولي ايه ده خسيتي بس ما لوشك تعبان كده ليه هو انت عيانة ايه تحت عينك عامل كده ليه فمهمة اوي انه يطلع مع الكورس قلب مالتي بيت كمان طيب واضح من كلامك ومش بس في المرات دي في الاعداء الحلوة اللي احنا عادلها دي في الاعداء سابقة كمان انت اكدتي اكتر من مرة فكرة انه مريض السكر بالعكس ده مصلحة كبيرة بالنسباله انه يتعامل مع المنتج بيستطاب لو حد تاني عنده مرض مزمن تاني ضغط مشاكل في القلب لا يتعرض اطلاقا مع مريض القلب ولا مريض الكوليسترول واصلا الكورس هيبه كويس معهم جدا لان كمان قلب مالتي فيت داخله فيتامين اي فيتامين اي مهم اوي لمريض الكوليسترول لان فيتامين اي اقوى مضاد اكسادة وبيعمل على عدم اكسادة الدهون الضرة فبيقدر يحسلني نسبة الكوليسترول في الدم بيستدخله كروميوم بيقدر يحسن نسبة الكوليسترول في الدم فبالتالي لا يتعرض مع مريض القلب او مريض الكوليسترول او مريض الضغط طيب نروح بقى لشوية الاسئلة اللي وصلت لنا من المشاهدين سؤال منهم من سلمة محمد علي بتقول ان عندها 45 سنة وزنها 123 كيلو طولها 169 سنتيمتر بتقول عندها مشكلة مع السكر شهيتها للأكل عالية جدا حاولت تخس قبل كده مرتين وكل مرة بترجع تاني وبتقول انها ما كانت تجمع الدهون عندها هي البطن والارداف وبتسألك تعمل ايه هو اكيد 123 كيلو دي يعني اوفر ويت قوي له لو حسب البادي ماس انديكس هتلاقي نفسها فوق الاربعين يعني سمنة مؤزية وخطيرة جدا ويمكن الدراسات كمان اثباتت علاقة الوطيضة بين السمنة ومريض السكر يعني اي حد مريض سمنة 5 من 80 ل 85% عرضة لسكر نوعتين بقول لها ان it's never too late تبدأ معنا من دلوقتي تتكلم عن طريق الرقم الظهر على الشاشة وتبدأ تاخد معنا كورس بيستا من اول اصبوع هتلاقي انها نفسها خصت وخلي بالك الاوفر ويت قوي من اول اصبوع بيخصوا كتير ايش معنا؟ عشان بيبقى عندهم دهون كتير بيقدر يخص يعني اللي عايز يخص 2-3 كيلو بيبقى شوية ما بيخصش قوي قدل لأوفر ويت قوي فبقول لها لا تبدأ من دلوقتي وهتتبسط جدا من نتيجة وهتخص من غير ما تحس انها تعبانة وهتخص بنشاط لانه هيطلع مع القورس قلب مالتي فيت محتاجين ندعمها بالفيتامينز محتاجين نتعامها بالفيتامين بي وفيتامين بي ده اللي بيحول لي الاكل الطاقة وقلب مالتي فيت الميزة اللي فيه انه بيحتوي على فيتامين بها المركب كله محتاج الكوبالامين كوبالامين فيتامين بها 12 عشان ما يحصلهاش انيميا لان الانيميا نقص الحديد ونقص الكوبالامين كمان محتاج الكالسيوم قلب مالتي فيت فيه كالسيوم عشان يدعم عضمها ومحتاجة جدا فيتامين اي ومحتاجة فيتامين سي عشان نضارة بشرتها ومحتاجة الزنك عشان نضارة شعرها أو عدم تساقط الشعر فكل الفيتامينات دي داخل ألبا مالتي فيت فالكورس سيطلع لها كامل ألبا مالتي فيت هتاخد قرص واحد في اليوم لكن بيستا اللي هيحدد هتاخد ساشة واحد ولا اثنين ولا تاتا هو الفريق الطبي اللي موجود في شركة بايو ناتشلز هتواصل إزاي مع الفريق الطبي عن طريق أرقام شركة بايناتشارز اللي شهر اللي ظهر على الشاشة جميل السؤال اللي بعد كده وصل لنا من انتصار السيد وزني 150 كيلو شكل زايد أكتر الفترة دي ونفسيتي وحشة جدا وكنت بعمل شغل البيت ودلوقتي بقيت بالعافية بعمله عندي 28 سنة يعني 28 سنة وزنها 150 كيلو جرام وما عنديش أي مشاكل صحية الحمد لله وطولي 167 الدهون متوزعة في الجسم كله طبعا صغيرة جدا جدا على الكلام ده يعني صغيرة جدا جدا بقول لها طبعا تبدأ معانا كورس بيستا وهتلاقي نتيجة كويسة جدا معانا تمام سؤال ثالث يقول أنا ابني مشكلته أنه بيأكل كتير لما بيزعل وهو بقاله فترة وزنه زايد ودم دخله في حالة اكتئاب ومش قادر يبطى الأكل مشكلة دي كبيرة يعني مش قادر السن المراهقة والسن الطفولة أو المراهقة صعب قوي أنك أنت تدي له أوردر ما تاكلش أو هتاكل ده مش هتاكل ده صعب هو اللي عايز يأكله دلوقتي هيأكله مش في دماغه ده أكل صحي أو مش أكل صحي فلازم أي أم عندها نفس الكيس تبدأ معاك أو معاها كورس بيستا هو من نفسه مش هيحس أنه هو جعان فأنه أنه هو هيقدر يخس من غير حلمان وبلس أنه هيطلع معاك مع الكورس كمان المالتي فيتامينز وهيطلع معاه القهوة الخضرة اللي هيساعد جدا في معادل الحرق ومن أول أسبوعين هتلاقي عنده نشاط أحسن من الأول ومود أحسن من الأول بكتير كمان تمام سؤال تاني من فوسي مصطفى بتقول أنا كان وزني مظبوط وبدأت أأخذ علاج بس كان فيه كورتزون فتخني جدا وعايز أرجع تاني وزني السابق أأخذ الكورس ولا لا طبعا تأخذ الكورس أكيد أي حاجة فيها ستيرويدز أو كورتزونات أكيد بتخذ كورتزون بعد فترة بيضح من الجسم بس بعد فترة طويلة فهي عايزة تخس على طول يعني الكورتزون يتأمله ريجيم أه طبعا ونشرب ماء كويس قوي عشان بيبقى احتباس الماء ونقل الملح في أكلنا وكمان تاخد الكورس عشان بسرعة تحول تنزل فهو لا يتعرض إطلاقا هو أكيد أي أدوية فيها كورتزونات أو ستيرويدز وأكيد بعض أدوية موانع الحمل أو الهورمونز عمدا بتتخن فهتقدر أي حد بتفرج بياخد الكورتزونات أو whatsoever يقدروا يبدأوا معنا كورس بيستا عشان ينزلوا في الوزن بسرعة الفئات العمرية لممكن تتعامل مع بيستا؟ الفئات العمرية جميع الأعمار ابتداء من 13 سنة أو حتى من 12 سنة نقدر نتعامل مع بيستا طبعا آمن جدا لأنه قرات بيستا مرخص لمزارة الصحة المصرية و Falconabymaltifit مرخص من هيئة سلامة الغذاء المصرية والثنين موجودين في السيداليات غني يعني نقدر ناخد بيستا أو نقدر ناخد LPwy음� من السيداليات لكن الفكرة أنه ممكن مثلا أخشي سيدليني أراoco ألوية بالسيدالية سيدالية ثانية مأتابلينيه بقى في الحالة وقتها نقدر نتكلم عن طريقي الرقام الذي ظهره على الشاشة بالعكس أنا لما أخدوا عن طريق الأرقام اللي ظهروا على الشاشة الفريق الطبي يقدر يتابع الحالة فده بالنسبة لي أحسن إن أنا لو أنا مريضة سمنة محتاجة إن كل شهر أو سوري كل أسبوع حد يتابعني يشوف أنا خسيت قد إيه هنغير الكورس هنعمل إيه ده مهم جدا جدا وكلمة صيدريات تقصدي بها كل صيدريات محافظات مصر المبتل محافظات مصر طبعا 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 أكيد كالعادة بنسعد دايما موجودك وبنستفيد وبنعرف حاجات جديدة علينا وبشكرك على وجودك النهاردة شكرا جزيلا لك وبتمنى تكونوا حضراتكم استفدتوا معنا من خلال متابعاتكم دينا وخصوصا في جزء الأخير من حلقتنا النهاردة وأقصد بصفة خاصة اللي من حضراتكم عنده المشكلة دي نحن نتكلم عنها دايما في فقرة طبية اللي هي مشكلة السمنة أتمنى تكونوا استفدتوا من خلال هذا الحوار ونشوفكم على خير بكرة بإذن الله إلى اللقاء